موسيقى موعد والحديثة عشر الإخباري من الجزائرية أثاري تهلا بكم بداية أن يستقبل أمس رئيس والدولة سيد عبدالقادر بن صالح كريم يونس مرفوقا بفتيح بن عبو واسماعيل للماص وابو زيد لزهاري وعبدالوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى وتشكل هذه الأسماء أعضاء فريق الشخصية الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة خلال خطابه بتاريخ الثالث جوليا في إطار مقاربة سياسية شاملة التزم من خلالها بما يلي إتمامه العملية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية التي تعد أولوية وأشار رئيس الدولة في هذا السياق إلى الأسباب الدستورية والسياسية والاستراتيجية التي تفرض تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجال قريبة مؤكدا أنها الحل الديمقراطي الوحيد لتجاوز الوضع الراهن وأعرب الرئيس عن ارتياحه لكون عدد كبير قد انخرط في هذا النهش ضمنوا شروط الانتظام والشفافية المطلوبين في الانتخابات الرئاسية ليس فقط حتى لا يطعنوا ويشككوا فيها لكن أيضا لإعطاء معنى أتم للإرادة الشعبية في اختيار الأشخاص الذين ستسند إليهم مهمة قيادة البلاد لهذا الغرض دعا رئيسه والدولة إلى تنظيم حوار شامل بين جميع الأطراف في بناء مسار متضافر على أساس أوسع وتوافق ممكن في الأراء إسند قيادة مسار الحوار إلى مجموعة من الشخصية الوطنية ذات مزدقية وكفاءة وبدون ارتباط حزبي أو طموح انتخابي ولإبعاد أي تأويل أو سوء فهم أوضح رئيس الدولة بأن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة والعسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياة طوال مراحل هذا المسار وقد اعتمد في تشكيل مجموعتيا الشخصية التمثيلية التوافقية وهي العملية التي أخذت متسعا من الوقت اعتمد على مقترحات وتوصيات فعالية المجتمع المدني وممثلية المنظمات الجمعوية وكذلك على المعايير التي تم وضعها لاختيار الشخصيات ليتذكير تحدث رئيس الدولة في خطابه عن شخصيات تتمتع بالسلطة المعنوية والمزداقية الضروريتين شخصيات مستقلة ليس لديها انتماء حزبي او طموحات انتخابية تبرز انطلاقا من سلطتها المعنوية او شرعيتها التاريخية السياسية او الاجتماعية المهنية ان الشخصيات التي استقبلها رئيس الدولة والتي تعد من ضمن الشخصيات التي استشارتها فعالية المجتمع المدني والتي ينظر اليها على انها تتمتع بخصائص المزداقية والمقبولية مما يجعلها مؤهلة للانضمام الى فريق الشخصيات الوطنية قد وافقت على ان تنضم الى هذا الفريق وان تشارك في انجاز هذه المهمة النبيلة لتسير الحوار وبذلك تكون قد اعربت عن رغبتها في الاطلاع بدورها بحرية تامة واستقلالية وهو ما ينسجم تماما مع ارادة ورؤية الدولة فيما يخص قيادة الحوار بالاضافة الى ذلك استجابة لطلب من اعضاء فريق الشخصيات فيما يخص اجراءات المرافقة والتهدئة التي ينبغي اتخاذها اعلن رئيس والدولة عن استعداده للعمل على دعوتي العدالة الى دراسة امكانية اخلاء سبيل الاشخاص الذين تم اعتقالهم لاسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية النظر في امكانية تخفيف النظام الذي وضعته الاجهزة الامنية لضمان حرية التنقل طالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الاشخاص والممتلكات اثناء المسيرات الشعبية الحف على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الاراء الى وسائل الاعلام العمومي من خلال تنظيم منافسات او مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع اشكال التعبير السياسي دون اقصى كما اثار اعضاء والمجموعة بعض الانشغالات الاخرى المطروحة على الساحة السياسية وبهذا الخصوص عبر رئيس الدولة عن اهتمامه بالموضوع وتعهد بالتعاطي معها بما يتماشى مع احكام الدستور وقوانين الجمهورية سيبشر الفريق او سيباشر الفريق المشكل مهمته على الفور بدعم تقني ولوجستي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار واذ اعرب عن شكره للشخصيات التي قبلت تحمل هذا العبء وهذه المهمة ذكر رئيس الدولة بما يلي الهدف الرئيس من الحوار هو المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية كاملة وانتظام لا تشوبه شائبة سيغطي الحوار جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية وشروط اللازمة لها ومجرية الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية يجب أن يكون الحوار شاملا وجامعا لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثر تمثيلا للمجتمع المدني وشخصيات الوطنية وكذلك ممثلو والحركة الشعبية إذا رغبوا في ذلك سيكون الفريق كامل أو سيكون للفريق كامل الحرية في تحديد آلية الحوار وطبيعة سيره وجدول أعماله وفترة امتداده وسيكون أيضا من ضمن صلاحيته بالتنسيق مع أطرف الحوار كامل الحرية في اتخاذ الإجراءة التشريعية والقانونية والتنظيمية الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية كما ستكون للفريق المرونة الكاملة لتقديم النتائج والتوصية النهائية فيما يتعلق بالمسائل التوافقية بشرط أن تنسجم هذه الأخيرة مع الهدف المبتغى من الحوار وتلتزم مؤسسة الدولة بترجمتها إلى نصوص تشريعية وقانونية أخيرا يمكن للفريق أن يقترح أي تدابير يرى أنها من شأنها الإسهام في تهدئة وإرجاع الثقة كما دعا رئيس الدولة جميع الأطراف المعنية إلى المشاركات في الحوار وإسكاة الإختلافات الثانوية والإسهام بفعالية في تخطي هذه المرحلة معتبرا أن الوقت ثمين وأن تحدية كبيرة تنتظر بلدنا الذي تتربص به أيضا تهديدات عديدة ويرى رئيس الدولة أنه من الأهمية بمكان تعزز التضامن الوطني ومناشدة الذكاء الجماعي للقوة الحية في البلاد للتغلب على المشاكل الحالية من أجل ضمان مستقبل واعد وديمومة وطنية وفي الأخير دعا أو في الأخير أعرب رئيس والدولة عن امتنانه لأعضاء فريقية الشخصية الوطنية على قبولهم هذه المهمة وعن دعمه الكامل لجهودهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم النبيلة في خدمة الوطن بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أشير إلى أن تم اليوم الخميس وعشرين جولياء الفين وتسعة استقبلنا كاللجنة من طرف سيد رئيس الدولة بمقر رئاسة الجمهورية إننا كاللجنة نلح على أن الحوار الذي دع إليه سيد رئيس الدولة لا يمكن بسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصد المطالبة بجزائر الديمقراطية بجزائر جديدة كما حلم بها الأب المؤسسون لثورة التحريرية جزائر جيل رأى النور في فبراير 2019 إن مشاركتنا في الجهد الجماعي المبذول قصد الخروج من الأزمة لا يمليه علينا إلا الالتزام أمام الوطن والشعب ونحن واعون بالمأزق السياسي الذي نعيش فيه حاليا فذلك نحمل مخاطر عدة ويبقى الحوار الوطني في رأينا هو السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرج سلمي يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات وإذ نثمن كل المبادرات الحوار السابقة نؤكد أننا لسنا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه في حين أننا نقوم بمهمة اخترناها بكل سيادة وحورية خدمة لوطننا الغالي الجزائر لا ننتظر أي مقابل سوى أن نرى وطننا استخرج المسار الطبيعي بتأمئنان بتأمئنان إن اللجنة تليح على ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات تطمن وتهدي 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 كفيلة بخلق جو يؤدي لا محالة إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبة ومطالب عن مطالب الجماهير بطبيعة الحال التي تفضى في نهاية المطاف إلى التنظيم الانتخابات في وقتها رئاسية شفافة ونزهة وحورة في أقرب أجل إذا ممكن ومن بين هذه الإجراءات إطلق صراح كل سجناء الحرك تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط توفير كل ظروف وتسهيلات التي تتيح للمواطن ممارسة حقهم الدستوري في تظاهر وتجمع السلميين كما تطرق التلجنة إلى عادة قضايا أخرى تخص مطالب الشعب لسيما تلك التي تتعلق بالحكومة ثاني ميرت في اللون وخلال نزوله ضيفا على نصرت ثمن أكد كريم يونس منسق لجنة الوساطة والحوار أن الدولة بكل مكوناتها تلتزم بالحياة التام مما يكفل بخلق مناخ ملائم لتجسيد المطالب الشعبية كما أكد أن فريق الحوار سيعمل على تقديم الحلول الملائمة بالتشاور مع كافة الشركاء في البداية يسمح لي أن نذكر بأننا كأعضاء هذه المجموعة مجموعة الوساطة التشاور والحوار تجمع من الخير لسنا ممثلين عن الحراك الشعبي ولسنا أيضا ناتيقين رسميين للحراك الحراك بنتوج جزائري يعتبر كجيل جديد جيل ولد في فبراير 2019 ونحن فخورين بالنخبة الجديدة للجزائر جيل جديد عنده رجال ونساء طموحات وكذلك نضرع مستقبلية للجزائر تحطيمها ولم أبدا نصب نفسنا كضمير لهذا الجيل ثانيا لجنة هذه غير قائمة غير نهائية قائمة ممكن تكون جدا مفتوحة لعناصير أخرى أردنا أن نلتقي اليوم بسيد رئيس الدولة لأن ولابد أن نشرع في العمل واللقاء كان غني جدا بحيث كل أعضاء المجموعة عبرت على أفكارها وكل أفكار هي إنتاج الإرادة الشعبية في كل أردحان الوطن إذن هذه المجموعة تحاول أن تدرس هذه المسائل وكذلك تقدم الحلول المناسبة كل حلول المناسبة بتشاور مع الشركاء السياسيين في الأحزاب في مجتمع المدني نمرتح جدا وأصدقاء في البانيل هذا مرتاح مرتاحين جدا لأن لمسنا حقيقة إرادة قوية من أجل إيجاد الحلول للإجراءات التي قدمناها وكما قال سيدا الماس قدمنا تحدثنا على كل أمور كبيرة وصغيرة سيد رئيس دولان حقيقة كان في استماع كان في إصعاء والجاوب بدون أي تهرب الجاوب حلال كل القضايا إذن منجم نقول إلا نسجل الارتياح فيما يخص هذا اللقاء من جهتي أكد اسماعيل الماس عضو اللجنة الحوارة سيكون شاملا ودون إقصاء مثمنا هذه الخطوة التي اعتبرها ضرورية لتجاوز الوضعية الرهنة بعد 22 أسبوع من الحراك فالمواطن كان ينتظر هذه الخطوة وهذه الوسيلة التي تعتبر حضارية وهي الحوار من أجل الخروج من هذه الأزمة من البداية نمنو بأن الحوار هي الوسيلة والأسلوب الوحيد الذي يسمحنا لنخرجه من أي أزمة أو لسيما من أزمة مثل الأزمة الجزائرية فكان ارتياح كبير اليوم في لقاءنا مع سيد الرئيس دولا كنا مرتاحين بحيث أكتفاجأ بالطريقة الحوار معه والصراحة على المعهودة تلقائي بالفعل كان استماع من الرئيس دولا وطرحنا كل مشاكل يعني تعل حراك بدون أي سان فروتوكول كما يقولون يعني ما كانش بدون عواقب ولا حواجز تتكلمنا بكل تلقائية فطرحنا الإشكالية وطرحنا المشاكل وطرحنا كذلك المطالب الشعبية والمطالب التهديئة لتسمح بشي الحوار يكون النجاح في موضوع آخر كده وفد وزارة تشغيل والعمل والضمان الاجتماعي الذي يقوم بزيارة عمل إلى ولاية مستغانم أكد أن ظروف الاستقبال والتوجيه والتكفل بالمواطنين لدى أجهزة وهيئات القطاع ستساهم في تحسين صورة الموظف الجزائري تقول خير بطر بهدف تقريب الإدارة من المواطن يسعى قطع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمستغانم إلى عصرنة مؤسساته لضمان تقبل المليح تقبل المليح تقبل المشاكل توعنا يعاونون مساكين زعما يعاونون تقبل الصح والضحك باللعب يعاونون أي حاجة عقل لن يساعدون فيها سهلون الأمور عندما تسامين يتهمون قمنا بدأت تطوير بعدما تطبيقات لكي المواطن يأتي عندها في السيستم الإنفورماتيك يقدر يطلع على جميع المشاكل وكذلك يخرج أي وثيقة لتعلق بالمشكل من مكتب واحد كما أنشأ القطاع آليات وبرامج متعددة لفائدة الشباب الراغبي في دخول عالم الاستثمار الخاص قام سيد الوزير الأول بأذاء توصية جد مهمة وهي توفير 22 ألف محل لفائدة الشبان لتعلم مشاريع تعلن سجل والحمد الله هذه المبادرة كان لها أطر جد إيجابي على خلق الطروة وخلق المؤسسات الصغيرة فيما يخص المتابعات القضائية بالنسبة للتحصيلات وفي اجتماع توجيهي مع الإطارات والشريك الاجتماعي تم تبادل وجهات النظر واستماع لانشغالات عمال القطع ضمن رحلات الاستياف المنظمة لفائدة أطفال ولايات الجنوب انطلق أطفال المناطق النائية بولاية وادي سوف في رحلة لقضاء عطلة الصيف بشواطئ العاصمة انطبعات بعض الأطفال في ميكروفون سهل بندانيا استفاد أطفال المناطق النائية بالوادي من رحلات استياف نحو ولاية الشمال في دفعة ثانية مست كل البلديات رحلة تسمح لهم بقضاء العطلة والاستمتاع بالبحر أنا من الوادي سوف أنا فرحان حاب رحل زائر العاصمة ونحن هنا لدينا سخون حاب رحل سيف الأبحار نشكر ولاية الوادي لقدمت رحلات لأن ما كانش بحر هنا وأنا رايحين البحر للجي إن شاء الله ربي وصلنا على خياء بين صيف والجير في بحر العوم راح لا نحوس نعم بحر ونصيف وندور جمر البحر يرغب أطفال الوادي في صيف ممتع وبرنامج ثري في هذه الفرصة التي تكفلت بكل الشلائح نشكر بلدي الوادي لقدمتنا هذه الرحلات وهذا مخيم للصيف كل روح صيف روح البحر روح العاب كيف ما يخرجون لنا ولا حاجة الدفعة الأولى فات في ظروف جيدة جدا كان استقبال جيد بهذا المنسبة شكر كل إطارات وليت العاصمة لحق يعني قاموا بدور كبير من أجل يعني أعطاء فرصة لأبنائنا باش يقضوا هذه الفترة وليما كما قلت ويستمر برنامج الاستياف بتخصيص أماكن عبر ولايات الشمال لأطفال بلدية الوادي لنقل أزيد من ثلاثة ألاف طفل في ملف الحج انطلق من مطار ولاية بشار أول فوج من حجاج الميامين باتجاه البقاع المقدسة وسط ظروف تنظيمية محكمة لتسهيل العملية على ضيوف الرحمة التغطية لرشيد بن عي وسط هذه الزغريد وفي غمرة الأفراح ودعت الحج فتح أهلها ودويها متوجهة إلى وهران ثم البقاع المقدسة عاقدة النية على أداء الركن الخامس الحج فتح هي واحدة من بين حجاج ولاية بشار الذين وجدوا كافة التسهيلات مهيئة وسط ظروف تنظيمية محكمة بالمطار بغرض نقل ضيوف الرحمن بكل اليحية كما نلاحظ الحجاج مرتاحين في قاعة الركوب في انتظار إقلاع الطائرة السنة التي كان حاليا كل الإجراءات تمت عبر المسار الإلكتروني هذا هو الذي سهل هذه العملية بإذن الله الإجراءات الحقيقة كانت مليحة ما كان حسن مشكلة وقفرة وقفة معنا ويوجهونا لتاريخ الإجراءات كاملة وقفة السلوطات وكل شي هناك ثلاثة حيارات مبرمجة في العملية من بشار إلى وهران العدد الإجمالي كل طائرة 148 العدد 444 حاج هذا وتتوالى الرحلات من بشار إلى وهران باتجاه البقاع المقدسة على أمل تنظيم رحلات مباشرة تنهي عن الحجاج دوليا وفي شأن الفلسطيني أعلن الرئيس محمود عباس أن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك وشدد الرئيس عباس على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والعالم دون أن ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت في الأوينة الأخيرة تصعيدا كبيرا غير مسبوق وذلك باستهداف الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة في أعقاب الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعوتها لبيانجيونج للحوار بهدف حلحلة الملف وامتصاص الخلافات التي تشوبه وكانت بيانجيونج قد أطلقت يوم أمس صاروخا باليستيا يصل مداه جميع أنحاء كوريا الجنوبية زعيم الكورية شمالي كيم جونج الذي أشرف شخصيا على إطلاق نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية حضر الجارة الجنوبية مما أسماه باللعب المزوج يتحدثون عن السلام لكن لديهم أسلحة هجومية فائقة الحدثة يقول كيم جونج ختم والنشر بالرياضة وفعاليات منافسة كأس الجزائر للملاكمة والتي جرت على مدى خمسة أيام بالقاعة متعددة الرياضات بالكاليدوس بالجزائر العاصمة المنافسة عرفت مشاركة قياسية للملاكمين في كل الأوزان ومن جميع ولايات الوطن الكأس عادت لفريق الجزائر العاصمة يقول عبدالحفظ شايب لو جرت هذه المنافسة في الهواء الطلق لكان حضور هوات الفن النبي بعدد كثيرة لكن لهاء كأس الجزائر الجزائر للملاكمة نظم داخل فاعة الكاليتوس الغير مكيفة والحرارة الشديدة 137 ملاكم كانوا على موعد مع كأس الجزائر وكان المستوى مقبول جدا ملاكمة التجمع البترولي فازوا بالمركز الأول وكأس الجزائر بفريق شاب وتمكن فريق الحماية المدنية من نيل المركز الثاني بينما فريق مدينة بجايا تحصل على المرتبة الثالثة وبملاكمين شباب بالمناسبة تم تكريم بعض الوجوه البارزة في الملاكمة سابقا كما تم تكريم الدكتور أشريف طبيب الحلبة نظرا للخدمات الجليلة التي قدمها في مجال الطب الرياضي واختصاصه في الملاكمة نتمنى تكون في الفيدرالية نحن على أبواب الأعب الأولمبية نتمنى بركة إن شاء الله الأمور تتحسن ونكون في المستقبل إن شاء الله نشاطنا تمت للمزيد من الأخبار عناويلنا الإلكترونية تبقى دائما في خدمتكم جمعتكم مباركة إلى اللقاء بالنسبة للمشاهدة